السلام عليكم طلاب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سؤال يقول 100-120 يعني يكتب من 100 إلى 120 كلمة كلمات عن المقدمة هذا المقدمة هذه المقدمة هذه المقدمة المقدمة المطلوب منك تكتبها أول ما تبدأ المقدمة في بريطانيا في بريطانيا هذا اللي هنا ينتهي العنوان هذا الباقي هذه المقدمة ستساعدك ملاحظات ملاحظات يمكنك تسمع الناس يتحدثون اللغة الإنجليزية يتحدثون اللغة الإنجليزية في مختلف المواقف يتحدثون اللغة الإنجليزية طوال اليوم الكثير من المواقف العديد من الفرص لتساعدك اللغة الإنجليزية وخصوصاً لما تبقى في عائلة بريطانية ترى التلفزيون والأفلام في الإنجليز تستمع الراديو والاستماع للراديو أكيد راديو يحكي بس إنجليز بس إنجليز تقرأ الصحف الإنجليزية تقرأ الصحف الإنجليزية المجلات والإعلانات الملاحظات تلاحظ الحياة طريقة الحياة البريطانية تقرأ الصحف الإنجليزية وإحتمالية البقاء وعائلة بريطانية ويجوز تزوج وتعيش هناك بسعادة يلا هسا ما لنا على قاوف ونمهاله هسا نبدأ على بركة الله كبداية كإنشاء من أجل أريد أكتبه هاي طبعا إن شاء الله تطينيها أبو الوزارة حتى يذكرني بالإنشاء حتى خاف أني يمطفي للأخير من أشوف هاي الكلمات أذكر أقول إيه صحيح هاي الكلمات موجودة بالإنشاء الثالث يعني هذا الإنشاء الثالث اللي هو الدراسة في بغطانيا يعني من أجل أبدأ أكتب الإنشاء أول شيء أول شيء يا طلاب أكتب المقدمة هاي أول شيء اللي هي بدت من ذا شوف دا يقول words يعني مئة وعشوين كلمة on على ويبدأ من بعد الon هو هذا الكلام هذا كله نعتبه مقدمة on شنو؟ On the advantages of studying English لماذا؟ مقاعدة أبداً أبداً The advantages of studying English in تتوقف حدك هاي المقدمة من ذا لكلمة بريتن فالمقدمة هي The advantages of studying English in Britain المقدمة أستاذ وين كتبها؟ أنا أقول لك وين تكتبها تكتبه فوق أعلى أعلى الإنشاء بالنص يعني من اسمها مقدمة وين تصير فوق أعلى الإنشاء بالنص مثل ما تشوف مكتوبة قدامك من أبدأ الإنشاء The advantages of studying English in Britain شنو معناها أنا لازم أترجم شوية حتى أفهم الإنشاء The advantages اللي هي الفوائد or the studying يعني فوائد الدراسة English فوائد دراسة اللغة الإنجليزية وين وين؟ In Britain شنو يعني Britain؟ معناها بريطانيا يلا ركزوا يا ركزوا يا ركزوا يا اللي هي there are many يلا شن بدلها بها عبارة there are many إذن أنا ش أمسح حسا أمسح ال there وأخلي مكانها there are many خلش خليتها وهي المقدمة مرة ثانية أرجع أن نزلها اللي أنا خدتها من من السؤال أرجع أن نزلها بالإنشاء هاي بداية إنشائي فصير there are many الدور أخذ المقدمة اللي خدتها من السؤال وحطيتها بالمقدمة وهسهم رح أرجع أخذها وحطها كإنشاء advantages of studying English in Britain خب جدا بسيطة يلا رح لنبدأ حتى للدوغ حتى لا تشبج إنت رح تشوف السؤال هالشكل إجاك السؤال الخامس هالشكل المطلب إجاك يقلك write 100 يعني 100 to 120 إلى 120 words من الكلمات on the advantages على يعني بدل العنوان من الموضوع على شنو the advantages of studying English فوائد الدراسة اللغة الإنجليزية when in Britain في بريطانيا فهذا تاخذ من السؤال هذا تاخذ من السؤال لأنه هو مقدمة الإنشاء اللي هو من the الحد كلمة Britain the advantages of studying English in Britain هاي تكتبها بالمقدمة يعني وين تكتبها؟ تكتبها هنا بالبداية أعلى الشيء يعني مو إياك وبالك تنساها لأن عليها درجة والدرجة كارثة بالسادس ومشكلة عدي هاي الحاسبة ما بها خير شوك تبدلها وخلص ركزوا يعني إذن هاي المقدمة نكتبها فوق أعلى الشيء بالبداية طبعاً كانت في كاب لون لازرق للغامق حتى يركز لك عليه هادي يقلك يبضى لك تنساها هادي يبضى لك إذن وين نكتبها؟ نكتبها بالمقدمة أعلى الإنشاء ومن خدناها إحنا؟ خدناها من السؤال من المطلب لأن هي لازم تجي زي حس كتبت المقدمة شون أبدي إنشاء هاي؟ فقط هاي الزي هاي الزي ركز عليه هاي الزي اللي بالبداية أمسحها وأكتب مكانها ذير آر ماني وأرجع أنزل المقدمة نفسها بالإنشاء اللي أكتبتها كمقدمة أرجع أنزلها نفسها بالإنشاء حس أنا تقيب عن شخلصت؟ خلصت أول سطر من الإنشاء أول سطر خال خلص يالله والباقي عليكم يالله هاي حس يقولوا بصارت زحمة لا بكزوا معي عس من وضحنا أن ذير آر هو شون vont معناها يوجد معناها العديد أيضاً خذناها بالثالث العديد من شنو؟ هو هاي النفس المقدمة نزلناها بالحل اللي هي يعني العديد من الفوائد العديد من فوائد دراسة اللغة الإنجليزية في بريطانيا حتى أبدأ بكلامي وأبدأ بالمميزات ما دام بداية كلام فلازم أقول فرست يعني معناها أولاً شون واحد يبتدأ بالكلام يقول فرست يخلي الفارزة حسا هنا نبدأ موضوعنا الـ F الشرطية اللي بابط الـ F الشرطية اللي درست الهياء بالثالث متوسط واللي درست الهياء بالليونت الثالث أول ما تخنى بي فأكيد هو هسا مسيطر وحش مزين حسا نبدأ دقيقة حسا نرجع نكمل حسا أنا منكتبت There are many ونزلت المقدمة مثل ما هي طبعاً هاي بداية إن شاء الله يعني مو تكتبوها من الوسط تكتبوها من بداية الصفحة بس المقدمة تكتبوها من الوسط حسا أنا بديت الإنشاء اكتبت قوش اكتبت There are many في الدور اكتبت المقدمة مثل ما هي وصلت المن وصلت النهاية اللي هي نقطة انتهت هسا من أبدي أريد استرسل بالمميزات لانا ده أحتي على شنو فوائد الدراسة اللغة الإنجليزية في بريطانيا فمن أبدي أريد أحتي على المميزات أول شي أقول first أولاً زي نقلت أولاً بما أنه نقلت أولاً وهذا الأولاً بعد بي باقي إلى كلام لأن هاي بداية استرسالي للكلام فأخلي بعد first فارزة سفلة شخلي بعد first فارزة سفلة هسا أبدي زي نطلاب أنا من داع أحتي بمميزات غير أجيب الأف الشرطية ليش لأن هاي المميز يعني هاكو شروط إذا ما تحققت ما رح تتحقق هاي المميزات مثل شنو استعب هاي الشروط يعني أنا إذا ما أسافر ببريطانيا وأعيش هناك أقدر أحصل مميزات أنه تدرس الإنجليزي ببريطانيا أقدر أحصلها إذا أنا قاعد بالعراق ما أقدر إذن لازم بالجملة التي رح أكتبها أوفر الشرط ومن بعد ما أوفر الشرط أوفر النتيجة من هذا الشرط إذا تحقق إذن شو رح أقول أحدي بالإف الشرطية رح أقول إذا معناها إذا درسناها آنوا ياكم إذا اللي معناها إذا آي ستاي إذا آني بقيت آي أنا ستاي بقيت وين بقيت إن وين إن بريطان في بريطانيا يلا هاي كملة جملة إف كملة يا جملة طلاب جملة إف يلا لما الإف بالبداية وتكمل جملة إف الشرح يصادفنا قبل لا يجي الفاعل الثاني حتى يفصل بين الجملتين شنو اللي لازم أكو دابسي هالإف مولو لو مومو لو عتكم مشكلة بالإف الشرطية تجي فارزة تجي فارزة تجي فارزة إي نعم تجي جملة جديدة بس شنو اللي يفصل بين آتهم إذا الإف بالبداية تجي فارزة معناها إذا ما ما بابطين الإف هنا راح تعانون نهاية لازم تجي فارزة تفصل بين الجملة الأولى اللي هي جملة إف والجملة الثانية إذن هاي الفارزة تذكرتها قبل لا أكتب الآية الثانية اللي هو الفاعل الجديد ده يقول إذا آني إذا آني بقيت ببريطانية يارا خلا كبروا الشاشة إذا آني بقيت ببريطانية كملة جملة إف شا خلي هسه أخلي فارزه هسه يا جملة راح أكتب الجملة الأخرى يا جملة الجملة الأخرى زين دقيقة أنا راح أكتب الجملة الأخرى هي هيا حالة من حالات إف الصفر لو الأولى لو الثانية لو الثالثة شون أعرف أروح أعين جملة إف اللي هسه أكتبتها بيا زمن آي ستي يا زمن هاني مبارع بسيط مبارع بسيط أحسنتي إذن هاي يا إف هاي الإف الأولى هاي الإف الأولى هسه يجينا طالب ذكي شاطر بتابعوا إياي يقل لأستاذ وش معنى مول إف الصفر تشعى إف الصفر أيضا بجملة إف مبارع بسيط ش معنى أنا قل لك لأن هاي مو حقيقة ثابتة هذا الشرط احتمال يصير احتمال ما يصير يعني أنا حتى لو رحت بريطانيا احتمال ما استفاد احتمال أنا وحسي مول بالإنجليزي ومطف بالإنجليزي مصر لتشارة عمي حتى لو قاعدون آنشتان يمي ويدرسني هم مصر لتشارة زر أنا يعني شغافي بغير مكان فإذن مو فتحقيقة ثابتة إنه هذا الشي لازم يتحقق زين أنا منكتبت جملة F وبقت الجملة الأخرى بعد الفارزة وعرفت إنه هاي الحالة الأولى لأنه شفت المضارع هناك I stay يعني هاي الجملة الأخرى لازم اشتبضمان بجملةها لازم شنو أكو حتى تكمل F عفية لازم أكو ول أحسنتم حسنا الحشي صحيح إذن لازم أكو ول زين أكو بديل للول إش درستكم أنا أكو بديل للول إي نعم هو الكان قلنا الكان حالا حال الول الول مستقبل بسيط والكان أيضا مستقبل بسيط فإنت تريد تستخدم الول حل لك صح تريد تستخدم الكان أيضا صح شنو اللي يعجبك صح فإذا نكمل بإنشاءنا I can أنا أستطيع أو تقدر تقول I will بكيفك Here people يعني أسمع الناس شي سوون أنا لما أنا روح أعيش ببرطانيا شي أسمع الناس شي يحشون Speaking English يتحدثون الإنجليزية على مدارش قد All day طول اليوم طول شنو طول اليوم أو 20 ساعة يحشون إنجليزي هي حياتهم إنجليزي إذن ها إحدى مميزات إنه أنا إذا رحت ببرطانيا راح أسمع الناس اللي من حولي دائما يحشون إنجليزي فمن مميزاتها راح تخليني أتمرس على الاستماع راح تحسن باللغة بشكل سريع لأن راح أتأقلم بعد ما به مجال زين ركزوا يا ركزوا يا إذن أنا بعد ما كتبت المقدمة وأبدأ من مميزات أقول first أولا if I stay إذا دع أطي الشرط بعدين أطي النتيجة if I stay in Britain إذا أنا بقيت في بريطانيا فارسة هاي الجملة الأخرى I can أو تقول I will عادي إنت بكيفك I can hear people أنا أستطيع سماع الناس speaking English all day يتحدثون اللغة الإنجليزية طوال اليوم طبعا هذا حالفو تجيب الآن جيمين لفظ بس أطيب كيفك تريد تلوظة ما تريد تلوظة أنت حب حسنا ما ردنا وصل للمستوى عالي إحنا خنمشي بالمستوى المتوسط حتى نفط الإنشاء إزين هس إذن I can hear people speaking English all day طوال اليوم إزين أخلي فارزة حتى أكمل باستفسالي بالكلام ليش لأن أريد أوضح أنا من داع أسمع كل الناس يحشون إنجليز يقول اليوم بشنو غير أقول في مختلف المواقف يعني شنو مختلف المواقف يعني بسيارة التاكسي أسمع أبو التاكسي يحش إنجليز منه طبب مطعام أبو المطعب يحش إنجليز منه روح للمدرسة الطلاب يحشون إنجليز بعد وين وين التطيني مثال منه روح للخباز يحش إنجليز إزين حتى بالبيت مالتي من أريد أنام الكتابات واللافتات اللي يدل مثلا هذا حمام لكن شاسمه مثلا من استعجر شقة كل إنجليزي تلفزيون أريد أشغل أتوان ناس شوية كل إنجليزي أروح للراديو أريد أرفع عن نفسي كل إنجليزي يعني بمعنى أدق ماكو غير الإنجليزي رصبا عليك تتعلم إنجليزي إذن حتى أوضح إنه يبو مختلف المواقف فأخلي فارزة إن ماني ديفرنت في العديد من ديفرنت معناها مختلف بس سنة من قدر نقول ترجمتها ليس إحنا تعودنا بالإنجليزي عوادتكم آني دائما الصفة بعدين شنو الشيء الموصوف بالعكس هم ممثلنا إذن فإذن ديفرنت شنو حتى أفهم فلازم أقرر اللي بعدها ستشويتشنز شنو يعني ستشويتشنز معنى مواقف فديفرنت ستشويتشنز معناها مختلف المواقف مختلف شنو في مختلف المواقف إن ماني في العديد من مختلف المواقف ستشويتشنز يعني وين ما كان حتى بالباس زين هسا هنا أنا نخلص السطرة من الإنشاء زين بعد شنو هسا نكمل يلا لما أنت رح تسمع الناس يحشون إنجليزي طوال اليوم وفي مختلف المواقف يعني وين ما تروح تسمع إنجليزي أنت بهاي الحالة إش راح تحصل فأتك وين فهنا تقول سو أي شود شوف بدنا نستخدم الشود سو أي شود هاب لذلك أنا يجب أن أحظر أو أحصل شتحصل على شنو لوتس أوف أبورتونيتيز الكثير من الفرص أبورتونيتيز معناها فرص إذا شوف كلمة أبورتونيتيز هاي صعبة عليك شوفها طويلة وغفيفة إملاها تقدر تبدلها بكلمة شانس شانسز أحسن خليها جمع شانسز بمعنى فرص زين لكن أنا أشوف الأبورتونيتيز أفضل الأبورتونيتيز لأن يعني كلما كلماتك شوية أطول كلما تطيقوا الإنشاء كلما الكلمات تستخدمها إملاق قوي تطيقوا الإنشاء أكثر لأنه بالمحصلة إنشاء أكثر وليس بخم إنشاء كل شي صغيرة ويعتبر أصغر الإنشاءات هذا يلا ركزوا يا أيا إذن نقول لذلك أنا يجب أن أحظى الكثير من الفرص أحظى بشنو الكثير من الفرص عمي إذا صعب الأبورتونيتيز اكتب لي شانس شانسز سي اش اي ان سي اي اس إزين يلا ركزوا يا أيا هسا إذن شنو إذن تحظى بالعديد من الفرص الشنو لأجل شنو حتى تمارس بمعنى يمارس يمارس شنو مهاراتي يعني مهاراتي في التحدث يعني أنا تواجدي بريطانيا وأشوف الناس وأسمعهم يحشون إنجليز طوال اليوم ومختلف المواقف ش راح يخلينا حصل لذلك أنا يجب أن أحصل على شنو الكثير من الفرص حتى أمارس حتى أمارس مهاراتي في التحدث حتى أبدي أحتي أحاول حتى لو أغلط من المقابل راح يتفهمني بس أنا إذا ما أحتي إذا ما أمارس ما راح أتعلم عملا ما راح أتعلم ولا راح أتطور لهذا السبب الممارسة كلش مهمة لهذا السبب يجون طلاب أقولهم يا بأ أقرأ الإنشاء ما يقروه عبالهم ينحفوا فيه شي ينزل عليهم من السماء إذا ما تمارس وما تقرأوا ياي شو أنت بيتحضر مارس يا أخي مارس الحياة كلها ممارسة إذا ما تمارس العمل ما تتقنه أبد يعني بس قراءتك للإنشاء هاي تعتبر ممارسة ممارسة للتحدث إذن حتى أمارس مهارتي في التحدث إذن إذن إذا بقيتوا مع عائلة شنو بريطانية زين حلو لهنا تمام يعني هاي بشكل خاص أنه أنا إذا بقيت عايش ويا عائلة بريطانية يعني هسا أكو بالأجانب تططي فلوس بس يعني فلوس كل شفوها شدات يخلوك تعيش ويا عائلة بريطانية يتعيش وياهم حياة كاملة تناموا يهم بالبيت فقط في سبيل تتعلم اللغة أو مثلا عدك شغل في بريطانيا مثلا تتعلم اللغة وتكمل شغلك بنفس الوقت زين حتى الفلوس تمارسوا يهم اللغة تحكوا يهم زين إذن شي يقول يقول وبشكل خاص إذا بقيت ويا عائلة بريطانية هسا خلصنا المميزات الأولى هسا نحكي بالمميزات الثانية وراح نخلي نقطة ونقول ثانيا يعني احنا قبل شوي شنا نقول فقط أولا شدنا بالأولا اللي هي فرست هسا خلصت الفرست خلصت الأولا هسا النصيحة المعلومة الثانية نقدر نقول ثانيا تكتب ثانيا وبما أنه راح تستفسر بالكلام تخلي فارزة فارزة سفلها طبعا هسا تبدي ثانيا شنو ده يقول التشراح تسوي ثانيا انت شراح تسوي هناك بريطانيا تقول I will watch TV أنا سوف أشاهد التلفاز and films والأفلام in English في اللغة الإنجليزية and listen الاستماع to radio programs لبرامج الرديوية برامج ما راديو زين علموا تشنو this should ذلك يجب help me أن يساعدني يساعدني بمن practice بممارسة listening الإصغاء بممارسة شنو الإصغاء يعني ممارسة الاستماع to English حتى أطور مهاراتي ما للاستماع حتى الشخص من يحكي انجليزي أنا بالاستماع عرفه ويا كلمة ديقولها لأن حتى الاستماع يريد له مهارات مرات الواحد يصدف أنه ده يسمعك تحكي انجليزي بس باله يروح الغاب كلمات ما يدري تجد تحكي يبدي يشتبه لأن بعده مو قوي كلش بالإنجليزي ماذا والله يبدي يشتبه يعني مثلا مثلا أكو عندك كلمات هنا نفس النطق بس هنا المعاني تختلف شون مثلا أفوب لك مثال يعني مثلا عندك الكلمة no معناها لا بس اللي دي يقول no احتمال ما قايل لك no لعدش قايل الاستاذ احتمال قايل لك no هذي اللي لكي مارتها ما يلفظ شنو هاي الكلمة جوه هذا الفعل ما أخذيه معناها يعرف مو فمن يقول I know معناها اش دي يقول دي يقول أنا أعرف مو عبالك دي يقول يعني I know يعني أنا لا شنو أنا لا فإذا تحتاج أنه شوي نكون أقوياء باللغة لأن ما يصير نعتمد بس عن نطق حتى نفهم المقابل هو اش دي يقول فإذا حتى نتمرس أكثر ونبدأ نفهمها بشكل سريع ونلقف المهية وطايرة لازم نمارس الاستماع لازم نسمعه هواي الأجانب شون يحكون حتى تبدي اللكنة مالتهم تطبع بإذاناتنا نبدأ نتعرف على الكلمات هم ويحكوها هم مش قاسدين بضبط بدون ما نحتاج نفكر أصلا زين هوايه هوايه أكو كلمات يعني ننطقها متشابه بس هي يعني يعني غير كلمة أصلا جزوة قاسد غير كلمة مثل عدك كلمة هير هنا هير هنا وبنفس الوقت أكل فعل هير يسمع زين هو اللي داي يحكيها إنت شمدريك هو قاسد الفوق لو قاسد تجو شمدريك من خلال سياق الكلام انت رح تفهم وإلا ماهكو شي يخليك تفهم فإذان هذا الشي شيريد يريد ممارسة يعني تنمي مهاراتك مع الاستماع إذان هس ركزوا ياه إذان دايقول this should help me هذا يجب أن يساعدني المشاهد ركزوا ياه دايقول I will watch TV أنا رح أشاهد تلفزيون and films in English في اللغة الإنجليزية and listen والاستماع to radio programs لبرامج الراديو وأكيد راديو بيمن كله بالإنجليزي هذا شو رح يساعدني هذا سوف يساعدني بممارسة ممارسة شنو يا مهارة إتا ش تقول هو اللي شوف تلفزيون بالإنجليزي وأفلام بالإنجليزي ويسمع راديو بالإنجليزي مهارة شنو رح يحسن مهارة التحدث مهارة القراءة لو مهارة الاستماع إتا ش تقول إتا إتا رايك رايك المتوارع أكيد الاستماع هس يقول إستاذي شوف ليش هو الشوف يحتاج مهارة هو الشوف شنو الشوف هو مجرد نظر شو رح يسوي لك الشوف لأ التالي راح تحسنه هو الاستماع ماكو مهارة النظر ما عندنا مهارة نظر باللغة هي استماع قراءة وكتابة يعني تستمع تتحدث تكتب وبقى شنو بس المعنى تفهم المعنى الفوكابولاري اللي هو المعاني إزاي إحنا إذا بيد نفهم الإنجليزي صح لازم نجزئ إلى عدة كورسات كورس خاص بالنطق اللي هو التحدث كورس خاص بالاستماع كورس خاص بالكتابة كورس خاص بالمعاني كورس خاص بالقواعد وإلى آخر الحد ما تتلمله من لغة عدك إزاي فهو سيقول الآن إذا أشاهد تلفزيون وأفلام بالإنجليزي وأسمع راديو بالإنجليزي راح أحسن شنو أكيد الاستماع فالتدقلة هذا يجب يساعدني يجب عليه أن يساعدني بممارسة الاستماع إلى اللغة الإنجليزية زين فاينلي ما دام ديقول فاينلي يعني هاي بقت المميزات الأخيرة اللي هاي راح نخلص راح نختم نشانا زين ديقول فاينلي وأخيرا أنا سوف أقرأ نيوزبيبرز اللي هي الجرائد أدفتايزمنتز اللي هي الإعلانات نوتزز الملاحظات اللي هي المنشورات اللي في الشوارع and lots of different والعديد من مختلف مختلف شنو written texts written texts اللي هي النصوص المكتوبة هو شنو يعني النصوص يعني هاي اللوحات اللي كتبون بيها إعلانات انتخابية اللي كتبون بيها إعلانات عن جقاير مضات يكتبون عليها إعلانات عن بفسي معين وإلى آخر إذن كل اللي بح تلقاهم بالإنجليزي مزين أو مثلا الملاحظات إنه يا بطر هاي تواليت مع رجال ديش تواليت مع النساء هاي كلها بالإنجليزي فهاي أيضا وحساعدك فش يقول يقول this should improve هذه يجب أن تحسن improve معناها تحسن شو تحسن my skill مهاراتي مهاراتي ما شنو لما أنا أقرأ هواي شو تحسن يا مهارة لما أقرأ جرايت أقرأ إعلانات أقرأ ملاحظات أقرأ النصوص مكتوبة هواي أقرأ رح تحسن مهاراتي ما شنو off reading مهاراتي ما القراءة أحسنت إذن دي نقول this should improve هذا يجب أن يحسن my skill of reading مهاراتي في القراءة يلا بقى آخر سطرين بالإنشاء ويخلص اللي هو تكتب إتا رأيك رأيك عن هاي المميزات كلها إيش دا تقول إتا تقول in my opinion في رأيي أنا another advantage الفائدة الأخرى أو الفوائد الأخرى بشكل عام is to is to هسا يبدي فعل maltech experience هذا فعل هو لكي نجرب is to experience لتجربة تجربة شنو the family life الحياة العائلية وين in Britain في بريطانيا حتى تشوف الحياة العائلية بريطانيا شون يعيشون شون حياتهم تقاليدهم شنو زين وبعد حتى تكمل رأيك تقول I think أنا أعتقد if I possibly إذا أنا تمكنت تمكنت من شنو stay with the British family إنو أبقى ويا عائلة بريطانية أنا شراح أسوي I can't observe أنا أستطيع ملاحظة يعني شنو ملاحظة يعني يقدر شو مثل ما نقول يتعلم أو يكتشف the British way of life طريقة الحياة العائلة البريطانية شلون عايشة حياتها أو طريقة الحياة البريطانية بشكل عام لهنانا نكون خلاص إن شاءنا يعني هاي الطريقة أمل إنو ساعدكم لكن أنا صراحة رأي الصريح والمتواضع إنو أصلا ما أحبد هاي الطريقة عوفك من المعنى وخليكو يا الطريقة اللي داما أحبذ بيها وداما أنصح أطالب بيها أستاذ شنو هاي الطريقة اللي عندك الطريقة اللي عندي أريدك تتعلم هاي الطريقة طبعا بس للشطار أريدك تتعلم قراءة الإنشاء تتعلم قراءة الإنشاء تتعلم قراءة الإنشاء يلاش كم مرعدتها ثلاث مرات من كثيرا ماجه جد مهمة ثلاث مرات قلت لك اتعلم قراءة الانشاء يعني تقوم تقرأ ليها تقرأ ليها بطلاقة لتتلك استاذ انا مو قوة بالانجليزي شو نعرف اقراء بطلاقة اي نعم مو انا رح اقرار كياع البطيء و اتت تردد وياي حتى لو ما افبطت عيد الفيديو و هم ردد وياي حتى لو ما افبطت عيد الفيديو و هم ردد وياي لعد هي شو نقابل يوم و ليلة ترهاي لغة هاي من المرة الثانية او حتى من الثالثة لذوج ترى انت جاي تتعلم انت جاي تمارس واي واحد يمارس عمل جديد ما يضبطه بيوم و ليلة اشطلعت هاي شخب كلها صارت طباء وكلها صارت مهندسين وكلها صارت مترجمين ماكو شي ينضبطه بيوم و ليلة لازم تتعر وتصبر تصبر عالتعب ترى النتائج ما تطلع قبل ماكو نتائج سريعة نتائج كلها بطيئة تيجي بالاخير بالاخير يا الله تحس بثماراتها ازين يلا ركزوا يا context اذا تعلم قراءته تعلم قراءته تعلم قراءته هاي ثلاث مرات نصحتك بيها وراها شنو احضه شفهي احضه شفهي هاي ما بدينا نصحتك بيها يعني مو باهمية القراءة القراءة اهم وراها شنو ففته شفهي استاد وراها شنو بتكتبه عشو مرات بالدفتر هذا كتبه عشو مرات بالدفتر فقط فقط لا أريد أكثر صدقني هذا الإنشاء نحفظ راح صاحب جوا بديك بعد ما تشيل لهم ولا تفكر بي ولا تسأل عنه ويبلغ ببالك يجوز حتى الامتحان حتى ما تجي تراجع ما تتعبي لأن هذه الطريقة تحس المستواك مو بس تخليك تبط إنشاء تحس المستواك بالقرار يتركزوا يا أيا طبعا ما أقل لك أنه آني واني آني حالي من حالك ترى همتشنت معا فقرة وتعلميت وتبهذليت وشفت نجوم الظهور يلا وصلت بس مع ذلك أنا ما أقول وصلت وصلت بعد أكون مستويات أعلى مني لهذا السبب أنا مستمر بالدراسة حالي من حالك هاي أيضا أنا مستمر وجاي أحسن مستواك مثل ما أنت مستمر وجاي تحسن مستواك يلا خنشوف منه يسبق منه اي نعم ليش لا والله يجوز يوم من الأيام أشوفك أحسن مني وإن شاء الله أشوفك أحسن مني بس كون تتعب زين يلا بكزوا يا أي إذن خلنبدي بداية مقدمة الإنشاء رح نقراها علي كيف حتى ترددوا يا أي The advantages of studying English in Britain There are many advantages of studying English in Britain English in Britain First If I stay in Britain I can't hear people speaking English all day in many different situations So I should have lots of opportunities opportunities عيد هاي الكلمة شوية صعبة عليك ممشكلة opportunities 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 تقدر تقول opportunities 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 لا دقيقة دقيقة opportunities opportunities to opportunities opportunities جيد opportunities to practice حتى لو الفضتها الشوان ما كان مشيها لا توقف عليها to practice practice to practice my skill ماي سكيل أوف سبيكن طبعا الجي هدا ما راح لفه التتويت لفه عادي اسبيشالي اسبيشالي اس تنقرأ اس بي اي صر اسبي سي اي اي تنقرأ في شه فصر اسبيشال اسبيشالي دابد اللواي اصر اسبيشالي اسبيشالي Tim if stay staying اللي هو stay وفي ing if staying with a brytish family second i will watch tv جيد حسا خلصنا second i will سيقوم برنامج ويقوم بإنجليز ويقوم بإنجليز هذا يجب أن يساعدني أقوم بإستخدام إلى الإنجليز أخيراً أخيراً سأرى بقية أكبر 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 هذا يجب أن أكبر 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 TV and films in English and listen to radio programs. This should help me practice listening to English. Finally, I will read newspapers, advertisements, notices and lots of different written texts. This should improve my skill of reading. In my opinion, another advantage is to experience the family life in Britain. I think if I possibly stay with a British family, I can observe the British way of life. The advantages of studying English in Britain. There are many advantages of studying English in Britain. First, if I stay in Britain, I can't hear people speaking English all day in many different situations. So, I should have lots of opportunities to practice my skill of speaking, especially if staying with a British family. Second, I will watch TV and films in English and listen to radio programs. This should help me practice listening to English. Finally, I will read newspapers, advertisements, notices and lots of different written texts. This should improve my skill of reading. In my opinion, another advantage is to experience the family life in Britain. I think if I possibly stay with the British family, I can observe the British way of life. Here, let's finish the installation in a minute. This is a quick review. It will help you, hopefully, before the release. How did you help me? How did you help me? Did you help me? Did you help me? Yes, I didn't help you. Yes, I didn't help you. When you love me, you will feel like you. When you love me, you will feel like you. Any message that you can listen to, people will ask me, and when you want to be known, and when you're up What's between me? So, the the ________________ is working صدقني راح توصل نتمنى لكم كل التوفيق طبعا حتى اوضح الطريقة اللي وضحتها طبعا بالانشاء الاول حتى اوضح مرة ثانية هاي الطريقة تتعلم قراءة الانشاء وراها تحظى شفاهيا وراها تجي تكتب عشر مرات بالدفتر هذا كل المطموك زين استاذ انا شون احظى شفاهيا اكيد انت بعد ما وضط القراءة مالت وصرت تقراء كل طلاقة ما عندك اخطاء راح تجي تحظى شون انت تحفظ الادب شون جاي تحفظ شو اسمه موشحة يا غزال الكرخ اللي يمال محمد سعيد الحبوبي هزت الزوراء واعطاف الصفا فغدت لي تمام بعد تتذكرها انت زين هاي شون حفظتها انت غير بديت بيها سطر سطر وكل شفاهيا طبعا مو كتابة كل شفاهيا فاردك هاي الطريقة تطبقها على انجليزي تطبقها على الانشاء انت بعد عرفت تقراء كانشاء عرفت شلون تقراء فبعد شون اللي راح يوقف قدامك يا اخي العزيز تطبقها عليا يعني تبدي السطر الاول تحبه شفاهيا احففته الدور تبدي السطر الاول والثاني احففته الدور الاول والثاني والثالث وهكذا الحد ما تكمل الانشاء كله شفاهيا يعني ما رد كتابة حتى تلبيع وقتك الكتابة خليها بالاخير بعد ما تضبطه شفاهيا بعد ما تضبطه شفاهيا الدور تجي تكتبع عشر مرات بالدفتر ما تحس الا والانشاء صار كله بجيبك وكل التوفيق لك